السلام عليكم ورحمة الله واشركم وبركة نتمنى ادخل عليكم الصحة والسلامة ورزق والله يرفع علينا هاد البلاء اليوم ان شاء الله اجبت لكم طريقة ديالة تخيطوك في تحضير الحم والجاج طريقة رائعة جدا كيف كتشوفو في الصور وبسيطة تقدرو تطيبو في الدر تقدرو تطيبو في الفرن مهم انا غنعطيكم الطريقة والمقادر وكنتمنى ينول اعجابكم وكيف ما كتشوفو ما شاء الله يعني ديلت حمرت الوجه وكيبقى لكم الختيار بغيتو تخضرو باللحم اسمحولي يبغيتو تخضرو بالحاجة الحلوة او لا بالخضرة انا هنا درت لكم الحم طبق ديال الحم مخضر بالبرقوق والمشماش والاناناس ومرفوق بش ليضات وكيف ما درت لكم الدجاج ولكن ارافقتو بالخضر خضرة سوتي لكن في هاد الفيديو ما غديش ندير لكم خضرة سوتي هنخلي هاليكم الفيديو بوحدها باذن الله هادين بدو على بركتي الله انا خديت هنا انتو ما تقدرو تخدمو باي يعني بلاصة للحم فخض الكتف اللي بغيتو انا هنا درت الكتف وقديرو طبعا حسب الناس افرد الناس اللي عندكم انا غدي نوريكم في هذا طبعا بش ما نتقوش عليكم الميك ما نكبرش الفيديو انا هادا غدي نقطو بحل عكا او غدي نفلحو انا خديت الكتوفة غدي نفلح الحن بهالطريقة وغدي ناخد العطرية اللي غدي نحتاج او الاعشاب اللي غدي نحتاج انا ما غديش ندير العطرية فقط مناسمات بجدك الغنمي يحفظ على النوادق دياله غدي ندير الزعطر غدي نحكو حاولت انني نختصر لكم الفيديو لانني سبق لي ودرت فيه الديطاي وجاني طويل بزاف درت الزعطر حكيتو مزيان كيف كتشوفو غدي نضيف عليه اليازير حتى هو كنحكم بنفس الطريقة كيف ما كتشوفو كندير الكمية اللي غدي تناسبني على حسب الحم اللي عندي طبعا على حسب الافراد اللي عندي كنضيف الزيت الزيتون طبعا كنديروهم في شي زليفة هكا وكنضيف الملح الملح طبعا انا خونجو لكم حسب الضغفة انا اما الطيبو فرند زنقة او لفرند دار فهائكي يعطي واحد شوية لبنة اما احنا للحمرة غدي نرافقوه بالكامون وبالملحة لانه طبعا ما ما كيشربش ديك الملحة بزاف ودجاج هادا كل لدجاج رح كنديرولو المناسمات والعطرية وكل شي حنتو معرفين بان الجاج شوية صعيف في طيبو كيبقى فيه زفورة ديك الشيء لاش ضروري كنديرولو المناسمات والعطرية دياننا دي المغريب وهذا ركو ما عارفين مهم كان دهان هاد المكونات هادو اللي درت مزيان كان حاول ندخلهم في هادوك الفلاحات اللي درت بالموس نستمر بهذا الطريقة ندير من الجهتين ندير من الجهتين ندير من الجهتين وحتى ورقة الغار او ورقة سيدنا موسى كيف كنقولو هنا كيف كتشوفو كناخد الريوصة دي التوم وكندخلوهم في هادوك الفلاحات إلا كنتو ما صغيرا فكندخلو رويسات عقا إلا كينكبار كنقسموهم كيف ما شفتو نستمر وبنفس الطريقة كندير حتى ورقة سيدنا موسى انا كنحاول اني منطولش عليكم الفيديو باش هكا المتتبعين يعني ما يملوش ويكملوا الفيديو حتى الآن باخير ودك شي اللي بقالية ديال الزعطر واليازير كنعود نرشوم من الفوق كيف ما كتشوفو وكنغطيه بورقة او بلاستيك غدائي وكنخليه واحد ساعة او ساعة ونصف حتى كيشرب مزيان هادوك مناسمات ونطلقه بإذن الله ها هو من بعد ما خليته ساعة ونصف كنا نلفو في ورق الطهي بهذا الطريقة نشو ما كيف ما قولت كتدروا الكمية اللي مناسبكم لحسب افراد الناس اللي غيكونوا او الضيوف اللي غديكونوا عندكم او لا افراد الاسرة بهذا الطريقة ها انا الفيتو كله في ورق الطهي كنمر للبابي اليمينيوم حتى هو كان عاود نديرو من الفوق هادي طريقة ديال اللي تخيطر يعني راها كتزي رائعة وغادي تشوفو في اخر الصور راها كتزي شي حاجات ديال تحمير تلوجه كيف ما كتشوفو كان بدا من الاسفل بالبابي اليمينيوم وكان ستعمر حتى نلفو كله بهذا الطريقة هنا ها انا لففتو كله انا كنتو غطيبو في الدار فمن الاحسن تديرو شوية دلماء في هديك طاوة الى كنتو غتسفتو الفرند الزنقاء فكان احسن ما كتسخصو موالو حتى فرند دار ما كتسخصوش علاش انا يعني كتديرو الحم ديالكم ولا بغتو تطيبو حتى لحمو الدجاج كتديرو هدك فطبقه وهدك فطبقه كتسخنو الفرند ديالكم على 180 درجة او 200 درجة مزيان وكتخليو هاللحم كي يدي عندكم فالدار واحد ثلاثة ديال السويع ودجاج واحد ساعة ونصف تقريبا هنا انا الدجاج راه تسبقلي ورقدتو مزيان الى كان الدجاج عندكم بايت في الفريقو كتجبدوه كيتسلق وكترقدوه واحد ساعتين ايه لكنتو يالله جبتوه جديد رقدوه وخليو ليلة كاملة في التلاجة في العطرية ديالو العطرية سبقلي وشفتها معاكم في فيديو قديم اراني غادي نحطها في صندوق الوصف لكن هذا ما درتش فيه زيت ومطحون غير العطرية اخرى انا نحطها لكم ليلة كاملة وهو مرقد في التلاجة ها انا كان جماليا رجليه بها الطريقة انا هنا درت البطاطا كنت غادي نطيبوه في الدار لكن في الاخير حيت البطاطا وصفت دجاج كله صفت طول الفراندي الزنقة حيث ما بقاليش الوقت الدجاج طبعا كنقول لكم ساعة ونصف حتى الساعتين لحسب الدجاج قداش وش كبير ولا لا هادش في الدار واللحم تقريبا تقريبا تلاتة تسوع كيجي كنفتي وطري بزاف وحتى هو الدجاج بنفس الطريقة كان ندير له ورق الطهي وكان دير له بابي أليمنيوم وكان دخلو اما الفرن بيتي او لا الفرن ديال الزنقة بنفس الطريقة كيجي رائع 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 جدا ها هو انا في الاخير سيف تقول شي الفرن ديال الزنقة وهان شوما كيف ما كتشوفو شي حازا رائعة انا اللحم في الجنة بدرت غيمطيشا او الخيار وفلوست عفوا زينتو بالبرقوق مع الزنجلان محمار ودرت مشماش مع شوية دياللوز ودرت الاناناس سوتيتو وفقو قرقا عنتو ما كتزينو بطريقة اللي بغيتو رفقتو بصوص طيبتها بوحدها وشليداتو طبعا ملحاو الكامون هذا الدجاج كيف ما كتشوفو درت له خضرة سوتيك يجي الرائع غادي نخلي لكم الخضرة سوتي كيف ما سبقو قلت لكم حتى الفيديو غنخصوليها بالضبط باش نبريكم المناسمات اللي كنستعمل فيها والطريقة والتزين درت يعني دي غولة ديال الخيار معش مع الكوغنيشون وكتزينو كيف ما بغيتو كنتمنى تجربوه كيجي جد جد رائع وما كي يبرزتكم شزع ما ديك التنجرق اللي بشوف صراحة كيجي غزال بزاف وكيف كتشوفو راها ديالت حمارة الوجه كانتمنى تجربوه وكيف ما العادة ما تبخلوش عليا بجام وبابوني وبرتاجيو الفيديو ديالي وخليولي لي كومنتر ديالكم اللي كيعجبوني بزاف صراحة كتشجعوني وشكرا بزاف وشكرا للناس الجداد اللي تابونوا عندي صراحة فرحتوني بزاف وحتى الناس القدام مرحبا بكم في فيديواتي كلها وهذا الخناة راها قناتكم نطلقوا بإذن الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة